واستكمالاً في حدثنا عن مارسل كولر هقولك ميزة حضراتكم أكيد شايفينها من مارسل كولر منذ توليه إدارة النادي الأهلي عملها قدام ريال مدريد عملها قدام سانداونز عملها قدام الوداد عملها قدام أي فريق بيعملها بشكل رائع جداً الضغط الضغط العالي الضغط العالي اللي بيمرسه على المنافسين يعني المنافس بيبقى لسه طالع من الدفاع وبيشتغل وهيلعب وهيبدأ هجمة تلاقي الضغط بتاع الأهلي جامد جداً طيب يا عم كريم ما كل الفرق بتعمل الضغط عالي يعني هي حكاية انت هتحسسني ان مارسل كولر ده جاي من الفضاء لا الضغط العالي مش حكاية ولا حاجة ممكن كل الناس تعمله بس اللي بيعمله الأهلي مع مارسل كولر الجودة بتاعته عالية برضو يعني ايه يعني الضغط منظم الضغط ده لازم يبقى منظم مش لعيب مهاجم بيجري على المدافع يخطف منه الكورة لا لعيب مهاجم مثلاً اللي هو على فرد وسوا وعلي بيتحرك فييجي احسن الشاحات من الشمال يضغط معاه فييجي برس تاو من اليمين يضغط معاه فالضغط يبقى منظم ما يسيبش اي فراغ المنافس يطلع بيه بالكورة فيبقى ضغط سليم طب لو الضغط مش منظم يحصل عليك هجمات مرتدة يحصل عليك هجمات خطيرة فالضغط لازم منظم وكل اللعيب حفظه مية في المية الهدفين اللي جابهم الأهلي أو الهدفين تحديداً جابهم الأهلي النهاردة من ضغط عالي ممتاز يتدرس يتدرس ضغط عالي من بتوع منشستر سيتي وبرشلونة وقتلتك ومدريد وريال مدين والفرق العظيمة دي هتقول لي انت بتشابه الأهلي بالفرق دي لا بكلبك على الأهلي على مستوى القرى بتاعته عشان عارف ان تروح تبسك في الكلمة دي وتقول لي يالحق ده بيقولك الأهلي ريال مدريد ممتاز تعالوا وريك تعالوا وريك عشان ما نتكلمش كتير يالله يا شباب بص يا حبيب حسين الشحات راح دي كرة طالع بيها فريق جرماهيا الكين جناح بتاع جرماهيا لا سواني ارجع ارجع واحدة واحدة نشرح نشرح الجناح بتاع جرماهيا واخد الكرة وحسين الشحات وراه وراه ياخد الخط ويعمل هجم مرتد حسين الشحات يسيبه لا وبص حسين الشحات واقف فين من ناحية التانية أصلا مش ناحيةه وبيلع من ناحية الشمال سابه لا هاته السؤال اللي بعدها جري وراه لحد الحتة دي وخد منه الكرة بضغط جامد جدا كمل اعمل وان تو مع بير ستاو حسين الشحات ياخدها من على الخط يدي عرضية توصل لرامي ربيعة هدف بضغط عالي ممتاز ممتاز هتلل بعد كده ده الهدف الاول رامي ربيعة هدف الكرة التانية امام عشور بس وقف هنا ما تحركش اللحظة واحدة امام عشور بيضغط هنا وسامة ابو علي كان ورا شوية لقد لسه بقولك عليه بقى الضغط المنظم فبير ستاو جي من الجناح اليمين وراح قرب من امام عشور عشان يقفل على اللاعب اللي معاك كرة ده واتزاوية التمرير للراجل اللي ورا بير ستاو ده فبير ستاو وقف له عشان ما يقدرش يبصيها فيجبر اللاعب انه يغلط قدام امام عشور فامام عشور يخطفها وبر ستاو يروح يسجل هدف ده ضغط عالي محترم محترف منظم رائع بيعمله مارسي كولر عادة في كل المباريات في كل المباريات وبالمناسبة انك تاخد ريسك النهاردة وتلعب ضغط عالي اول نص ساعة تقريبا امام جورماهيا الكيني في اجواء حرة في نقص اكسوجين ده كان ريسك من مارسي كولر بس واضح انه ريسك كان محسوب وقدر الاهلي في دقيقة واحدة بس دقيقة واحدة بس يسجل هدفين ورا بعض ويحسن بيهم المباراة تماما ويطلع فريق جورماهيا من الجيم تماما مدرب مدرب ممتع عارف انت يقولك ايه الفريق ده ممتع اقول لاهلي طبعا فريق ممتع ككل بس مارسي الكولر انت بتقدر تشوف وتلمس شغله بشكل واضح جدا